للمتابعة مشاهدين تنضم إلينا شبكة مراسلية الغد من بغداد مصطفى القطان ومن بيت لحم رائد الشريف ومن دبي عبدالله الزعبي ومن الجزائر حسان جزائري ومن لندن عمر المنيري أبدأ من بغداد مصطفى هناك إجراءات احترازية متزايدة في العراق بسبب كورونا ما الجديد بالفعل حازم طبعا العراق يدرك جيدا بأن قربه من إيران والحدود المشتركة مع إيران تضع عليه مسؤولية كبيرة باعتبار أن هناك احتمالية عالية لانتقال هذا الفيروس وانتشاره وتحول العراق إلى بور الانتشار الفيروس هي كبيرة جدا وبالتالي الإجراءات التي وصت بها خلية الأزمة لمكافعة وباء كورونا بدأت بالفعل بأخذ حيز التنفيذ اليوم المنافذ الحدودية أعلنت إغلاق خمس منافذ مشتركة مع إيران وهي الشلامشة والشيب والمنذورية وكذلك مندلي وزرباطية مع إيران ومنع دخول حتى المواطنين العراقين من هذه المنافذ فضلا عن إيقاف التبادل التجاري عبر هذه المنافذ البرية مع استئناف أو مع استمرار استقبال الرحلات من إيران عبر المطارات العراقية في بغداد والنجف وكذلك البصرة باعتبار أن هذه المطارات بحسب وزارة الصحة وبحسب الجهات الرسمية تمتلك مقاومات الفحص وتشخيص الإصابات بفيروس كورونا وبالتالي من الممكن الاستمرار باستقبال الرحلات عن طريق هذه المنافذ الجوية كذلك في العراق بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات لأكثر من 54 إصابة بحسب وزارة الصحة العراقية إضافة إلى حالة أخرى في محافظة أربيل بحسب طبعا صحة كردستان بالتالي العراق بدأ الآن باتخاذ إجراءات أكثر لتطبيق توصيات خلية الأزمة غلق المقاهي وكذلك دور السينما وكذلك محاولة منع التجمعات بشكل كبير لكن على الرغم من ذلك هناك تجمعات هناك تظاهرات لا تزال مستمرة في العاصمة العراقية بغداد وكذلك هناك نوع من استخفاف بالإجراءات في بقية المحافظات الأخرى عكس أقليم كردستان الذي بالتأكيد قبل ربما مساء أمس صرحت وزارة الصحة في أقليم كردستان بأنها أفرجت أو أهنهت حجر قرابة الألف شخص كانوا قد حجروا بعد عودة من إيران كإجراء احترازي محافظة الموصل كذلك حازم أغلقت جميع منافذها بعد تسجيل أول إصابة في هذه المدينة ابقى معنا مصطفى القطان من بغداد أنتقل بكم مشاهدينا للطلاع أكثر على إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ في بيت لحم مع رائد الشريف رائد هل يمكن القول أنه بيت لحم بلا سياح؟ بيت لحم أغلقت بالكامل من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية مع ساعة صباحي هذا اليوم شددت الأجهزة الأمنية من عملية دخول الفلسطينيين ممن لا يحملون هوية بيت لحم وكذلك من يحمل هوية بيت لحم عليه أن يلتزم بيته وأن لا يخرج من المدينة أو أن يلتزم في مدينته وهذا واضح من خلال الحواجز التي تقيمها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في هذه اللحظات يتم التدقيق في الهويات للداخلين والخارجين من وإلى المدينة وهذا كإجراء احترازي قبل قليل تحدثت مع أحد ضباط الأمن بهذا الخصوص قال هذا لا يتعلق بالأمن إنما هو إجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا نعمل على منع الفلسطينيين من مدينة بيت لحم من الخروج من المدينة وكذلك نعمل على منع دخول أي من لا يحمل في هويته اسم بيت لحم أو مكان الإقامة وبالتالي المدينة بيت لحم تقع بين القدس والخليل والمدينة الأقرب هي الخليل كل سكان الخليل الذين يتوجهون إلى مدينة بيت لحم يتم إرجاعهم وبالتالي كل الذين ينوون الذهاب إلى الخليل وإلى رمالله وإلى مدينة القدس المحتلة هناك حواجز في منطقة بيت سحور العبيدية نحن نقف الآن على مدخل مدينة بيت لحم عند منطقة النشاش وكما هو واضح هذه إجراءات أمنية بالنسبة للفيروس وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت مع سعاتي مساء يوم أمس عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بالفيروس وهذا رفع العدد إلى تسعة عشرة إصابة وبالتالي ربما من المرجح خلال الفترة القادمة وخلال الساعات القادمة أن تعلن وزارة الصحة عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أن انتقل هذا الفيروس من خلال وفد يوناني حضر إلى الأراضي الفلسطينية قبل حوالي أسبوعين وبالتالي الأمور هنا نستطيع القول بأن خطة طوارئ تطبق على الأرض وتدار من خلال رئاسة الوزراء وكما أعلن الرئيس الفلسطيني وهنا نستطيع بأن الشوارع خالية تماما أتحدث عن الشوارع الرئيسية وإنما ما تشاهدونه الآن هي مشاهد لمدخل المدينة الشوارع الرئيسية فارغة معظم المحال التجارية مغلقة في مدينة بيت لحم لا نريد أن نتحدث عن حالة من الذعر وكذلك التهويل وإنما في هناك تخوفات كبيرة حقيقة من انتشار الفيروس خاصة وأن وزارة الصحة والجهات المسؤولة كانت قد حجرت في المنازل قرابة 350 فلسطينيا بالإضافة أيضا إلى 59 فلسطينيا مع 15 سائح أمريكي في بعض الفنادق في مدينة بيت لحم رائد الشريف مراسل الغد من بيت لحم ابقى معنا نقلت لنا الصورة من هناك ننتقل بكم مشاهدينا إلى دبي ومراسل الغد عبدالله الزعبي عبدالله قرار تعليق الدراسة في الإمارات هل دخل حيز التنفيذ بالفعل اليوم مع استمرار إجراءات الإمارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا نعم بالفعل القرار بدأ تنفيذه منذ صباح اليوم بتعطيل جميع المدارس والجامعات سواء الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لمدة أربعة أسابيع هذه العطلة تأتي ضمن إجازة الربيع التي كان من المقرر أن تبدأ في التاسع والعشرين من هذا الشهر لكن تم تقديمها لتبدأ منذ صباح اليوم وحتى الثاني من إبريل المقبل ضمن هذه الإجازة سيكون هناك أسبوعان للطلباء للاستراحة في هذه الفترة ومن ثم الأسبوعان الآخران سيتم تطبيق آلية التعليم عن بعد والتي من المفترض أن تستخدمها الإمارات في الأزمات والكوارث الطبيعية التي من الممكن أن تحصل وكما هو حاصل الآن في موضوع انتشار فيروس كورونا إجراءات كبيرة تقوم بها وزارتي التربية والصحة في متابعة تعقيم المدارس وأيضا تعقيم الحافلات التي تنقل الطلاب بين المدارس ومنازلهم هناك أكثر من ستمائة حافلة أو ثلاثة آلاف حافلة تم تعقيمها لغاية الآن ستمائة مدرسة أو أكثر من ستمائة مدرسة تم تعقيمها أيضا من قبل وزارتي الصحة والتربية والكوادر العاملة فيها المختصة بمتابعة احتواء انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى حملات توعية تقوم بها الوزارتان للعاملين في القطاع التعليمي من الإجراءات المتبعة أو التي يجب اتباعها في حالة اكتشاف أو الاشتباه بحالة حاملة لهذا إبقى معنا عبدالله هناك أكثر من أربع آلاف مدرس تم تقديم التعليمات لهم للتعامل مع الحالات التي من الممكن الاشتباه بحملها لفيروس نعم عبدالله الزعب مراسل الغد من دبي إبقى معنا ننتقل بكم مشاهدين إلى الجزائر ومراسل الغد حسان جزائري حسان هناك اجتماع اليوم على مستوى وزاري برئيس الجمهورية لمتابعة ومناقشة آخر تطورات انتشار فيروس كورونا مزيد من التفاصيل نعم حازم يعقد اليوم مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون للدراسة الوضع الصحي ومدى انتشار فيروس كورونا حيث سجلت وزارة الصحة إلى حد الآن تسعة عشر إصابة متمركزة أغلبها في ولاية البوليدا شرق الجزائر العاصمة وأغلب تلك الحالات هي من عائلة واحدة كانت على اتصال براعية جزائري مقيم بفرنسا حامل لهذا الفيروس وهذا ما تسبب في انتقال العدوى الآن الإجراءات الاحترازية بدأت على مستوى كل القطاعات حيث تتجه وزارة التعليم العالي إلى تنظيم محاضرات عن بعد وإلغاء الدراسة على مستوى الجامعات كذلك سيتم إلغاء العطلة الرابعية الخاصة بتلميذ على مستوى مختلف الأطوار والاتجاه إلى تسريع من وطيرة الدراسية حتى يتم إنهاء السنة الدراسية قبل أوانها وتكون العطلة السنوية في حدود شهر أفريل كل هذه هي الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار هذا الفيروس حيث تم أيضا تسجيل عدد معتبر من المواطنين المتواجدين تحت الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بالفيروس كما تقوم مؤسسات الدولة بتعقيم مرافق العمومية وحتى الخاصة أيضا بوسائل النقل والمواصلات وتحذير المواطنين من خطر هذا الفيروس ووجوب اتخاذ إجراءات وقائية من تعقيم للأيدي وكذلك النظافة وعدم الاتصال بالأشخاص المصابين حتى بالإنفلوانزا الموسمية لتجنب انتشار العدوى وكذلك تم وضع إجراءات احترازية على مستوى المطارات بوضع أجهزة لقياس حرارة المسافرين القادمين من عدة دول حيث الجزائر لها عدة رعاية مقيمين في دول ينتشر فيها الفيروس خاصة في إيطاليا وكذلك فرنسا وحتى رجال أعمال ينشطون في المناطق الأسياوية التي تعرف انتشارا في الفيروس في انتظار ماذا سيفرز عنه اجتماع مجلس الوزراء وربما تكون هناك قرارات جديدة نعم سنتابع معك حسن جزائري ابقى معنا مراسل غد من الجزائر مشاهدين ننتقل بكم إلى لندن ومن هناك عمر المنيري عمر آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة في لندن نعم 206 حالات حتى الآن وحالتين وفاة لشخصين كبار السن كانت لديهم مشاكل صحية من قبل الإصابة بهذا الفيروس الحكومة البريطانية ستجتمع يوم غدا برئاسة بوريس جونسون مع لجنة الأزمات كبرى لوضع الخطوط العريضة وتجديد ما تم الاتفاق عليها من قبل سيتم تقديم تشريعات قانونية جديدة من أجل التسهيل للاستعداد لانتشار الفيروس أو تفشيه بشكل كبير وخصوصا عدد المتطوعين ثلاثة ملايين متطوعة سيتقدمون لمساعدة الرعاية الصحية في احتواء هذا الفيروس لكن حتى الآن يتم طبقانة الجمهور ربما ستكون هناك إجراءات صارمة في القريب العاجل وخصوصا أنهم يحاولون اتباع خطة الصين فيما نجحت فيه لكن نظام الحكم هنا يختلف كثيرا لذا يحتاجوا إلى تشريعات جديدة ستستمر هذه التشريعات وقوانين في تنفيذها إلى سنتين من الآن أشكرك جزيل شكر عمر المنيري مراسل غد باللندن والشكر موصول لشبكة مراسلية الغد من الجزائر حسان جزائري وأيضا من دبي عبدالله الزعبي ومن بيت لحم رائد الشريف ومن بغداد كان معنا مصطفى القطان شكرا جزيلا لكم